مرحباً بكم من جديد في هذا العرض لن أقوم بالتحدث عن نوع من التكامل أعتقد إذا كان لديكم هذا في مجموعة أدواتكم أو إذا احتفظتم بهذا أعتقد أنكم ستصبحون تتعاملون مع التكامل بشكل أسهل على أي حال دعوني أوضح لكم عن ماذا أتحدث لذا دعوني فقط أذكركم ما هي قاعدة الضرب للاشتقاق لنقل أن لدينا اقترانين لنقل Fx ضرب Gx وأريد أن أخذ المشتقة لهذا إذن المشتقة Fx ضرب Gx حسناً لنقل أن المشتقة للاقتران الأول Fx حلل X ضرب الاقتران الثاني Gx زائد الاقتران الأول Fx ضرب مشتقة الاقتران الثاني وسوف أوضح لكم لماذا قمت بهذا بسرعة الآن إذا أردنا أن نأخذ التكامل لطرفي هذه المعادلة لأننا ما زلنا نقوم بالجبر في بعض المراحل أي شيء نقوم به لطرف واحد من المعادلة يجب أن نقوم به للطرف الآخر لذا إذا أردنا أخذ التكامل لهذا الترف نحن نأخذ التكامل للمشتقة نعود فقط للاقتران الأصلي الذي أخذنا منه المشتقة لهذا حسناً هذا يصبح Fx ضرب Gx ثم علينا أخذ التكامل للطرف الأيمن حسناً هذا يصبح نقوم بالتكامل غير المحدود كنوع من المشتقة العكسية لكن يمكننا استخدام هذه الآداء عندما نقوم بالتكاملات المحدودة أيضاً إذن هذا تكامل Fx Gx dx زائد التكامل لFx Gx dx والآن ربما يبدو هذا عشوائياً قليلاً لنأخذ حسناً يمكنني أخذ أي من هؤلاء لكن دعوني أخذ هذا وأنقله إلى هذا الطرف من المعادلة إذن سوف أقوم بترح هذا الحد من كلا طرفي هذه المعادلة ثم يمكنني القول سوف أغير اللون هذا ربما يربككم هذا الحد هنا يمكننا القول ذلك الحد تكامل Fx G فتحة للإكس دعوني أعود للون الأصفر يساوي Fx Gx ناقص هذا الحد ناقص هذا الحد لأنني نقلته إلى الطرف الآخر من المعادلة إذن ناقص هذا الحد تكامل فتحة لإكس جي الإكس دي إكس إذن ما فعلته أنني فقط استخدمت قاعدة حاصل الضرب هذا كل ما فعلته وربما سوف تستغربون حسناً هذا يبدو جميل ورائع لكن ماذا أستفيد من هذا؟ حسناً كل ما فعلته هو نوع من الإثبات يمكنكم تسمية هذا بصيغة لكن لقد نسيتها لأنني لم أقم بها من وقت طويل ومن ثم في الواقع أنا قمت بإعادة إثباتها لنفسي عن طريق تذكر قاعدة الضرب لكن هذا يسمى التكامل بالأجزاء وسوف أوضح لكم بماذا يفيد هذا لنقل أننا نريد أخذ التكامل غير المحدود لي إكس جيب تمام إكس إذن تكامل إكس جيب تمام إكس دي إكس حسناً كل شيء لدينا في مجموعة أدوات التكامل حتى الآن لا أعتقد أنها ستفيدنا هنا لأنه لا يوجد لدينا اقتيران ومشتقته لذا لا يمكننا القيام بالتعويض أو هذا نفس الشيء مثل عكس قاعدة السلسلة هذا ليس كثير حدود بسيط لذا إذا أردنا مواجهة ذلك عندما نقوم بالتكامل نأخذ الأداء الأخيرة وهي متطورة جداً وهي القيام بالتكامل بالأجزاء إذن كيف يمكننا استخدام هذا التكامل بالأجزاء حسناً التكامل بالأجزاء يخبرنا أنه إذا كان لدينا تكامل بحيث لدينا اقتيران إذن المشتقى الاقتيران آخر ثم يمكننا استخدام هذه الصيغة لتبسيطها حسناً كيف نعرف أننا يجب أن نقوم بهذا سوف أخبركم كيف أفكر في الواقع بعد أن أوضح لكم ماذا فعلت نحن دائماً في الرياضيات بشكل عام دائماً نريد التبسيط دائماً نريد الانتقال من شيء معقد إلى شيء أبسط لذا في هذه الحالة يمكننا أن نفرض أن إكس هي إف في الإكس ويمكننا أن نفرض أن جي فتحة لإكس هي جيب تمام إكس أو يمكننا أن نفرض بالعكس السبب في أني سوف أفرض x هي f في الـ x وسوف أفرض g فتحة لـ x هي جيب تمام x لأننا فيما بعد سوف نأخذ المشتقة لـ f في الـ x مشتقة f في الـ x بسطت الأشياء كثيرا وسوف نأخذ أيضا التكامل لـ g فتحة لـ x سوف نأخذ المشتقة العكسية لـ g فتحة لـ x هو المشتقة العكسية لجيب تمام x هي جيب x إنها لا تجعلها معقدة أكثر في الواقع جربوها بالطريقة الأخرى عن طريق الفرض بالعكس وسوف ترون إذا أخذتم المشتقة العكسية لـ x سوف تحصلون على شيء معقد أكثر سوف تحصلون على x تربية تقسيم 2 إذن هذا الحل ودعوني أقوم بالحل من خلاله وأتمنى أن أجعلها أسهل إذن إذا فرضنا f في الـ x هي x وجي فتحة لـ x هي جيب تمام x إذن f في الـ x هذا الحد باللون الأصفر دعوني أكتبه باللون الأصفر فقط للمتعة إذن f في الـ x f في الـ x هي x إذن هذا x لنقل جي الـ x هي جيب تمام x أليس كذلك؟ أسفة جي فتحة لـ x هي جيب تمام x إذن مشتقة جي الـ x هي جيب تمام x إذن ما هو جي الـ x؟ إنه المشتقة العكسية لجيب تمام x إذن هو جيب x أتمنى أنكم تفهمون ما أقوم به دعوني أكتبه بشكل منفصل هنا في الواقع لم يتبقى مساحة فارغة لكنني سوف أكتبه في الزاوية هنا أترون أنا أقول أن f في الـ x هي x وأقول أن جي الـ x هي جيب x والسبب في أني قمت بتعريف جي الـ x على أنها جيب x لأنني قلت أن المشتقة قلت أن جي فتحة لـ x هي جيب تمام x وأنتم تعلمون إذا كانت المشتقة لإقتران هي جيب تمام عندها نعرف أن الإقتران نفسه هو جيب هذا فقط من الشيء الذي تحفظونه لم أقوم بإثباته لكم بعد لكنه موجود في كتاب التفاضل والتكامل لكن دعونا نكمل ثم هذا ناقص التكامل التكامل لمشتقة f في الـ x حسناً ما هي مشتقة f في الـ x؟ قلنا أن f في الـ x هي x أليس كذلك؟ إذن المشتقة هي فقط 1 ضرب جيل x حسناً وقلت أيضاً أن جيل x هي جيب x جيب x أعتقد أنكم موافقون أن هذا بسيط الآن لأن هذا عبارة فقط عن التكامل لجيب x أليس كذلك؟ إذن هذا فقط يساوي x جيب x هذا فقط الحد الأول الحد الأول هنا ناقص ثم ما هو تكامل جيب x؟ حسناً دعوني أجعلها أبسط قليلاً حينها يمكننا جعل الإشارة السليبة هذه لـ x واجعله موجباً والآن إنها سهلة جداً ما هي المشتقة العكسية لسالب جيب x؟ يمكننا إهمال هذا الواحد ما هي المشتقة العكسية لسالب جيب x؟ حسناً إنها فقط جيب تمام x ويجب أن لا ننسى أبداً زائد c إذن نحن فقط استخدمنا قاعدة الدرب لإشتقاق هذه الصيغة للتكامل بالأجزاء وفي كثير من كتب التفاضل والتكامل يستخدمون u وv وdu وdv هذا نفس الشيء أنا أحب هذا أكثر لأنه أسهل بالنسبة لي أسهل بالنسبة لي للقراءة ويمكنني الاشتقاق في أي وقت فقط من قاعدة الدرب لذا ليس بالضرورة أن أحفظ هذا ربما يمكنكم حفظه للامتحان لأنه أسرع بالنسبة لكم عندما تقدمون الامتحان لكن عندما أقوم بالتفاضل والتكامل لقد تعلمته منذ زمن طويل وأتذكر التكامل بالأجزاء إنه فعلياً مشتق من قاعدة الدرب وهذا يعيدني إلى الشكل أنا لست بحاجة لأن أبحث عنه ويمكنني استخدامه إذن هذه مقدمة للتكامل بالأجزاء وفي العرض القادم سوف أحل مجموعة من الأمثلة باستخدام التكامل بالأجزاء لحل العديد من التكاملات أراكم في العرض القادم ترجمة نانسي قنقر